أذكركم بما قرأته عليكم من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة الشريف فإنني ما قرأت الكلام بنحو كامل وإنما أخذت منه موطن الحاجة أريد أن أقرأ المقطع عليكم كاملا إنه مقطع من الخطبة السابعة والثمانين بحسب التبويب والترتيب في هذه الطبعة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أقرأ عليكم من الصفحة الثامنة والسبعين إنه مقطع مقتطف من الخطبة السابعة والثمانين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول افتحوا آذانكم وقبل أن تفتحوا آذانكم افتحوا قلوبكم لكلام علي وزاوجوا بين هذا الكلام وبين رسالة إمامنا الحسن العسكري التي قرأت عليكم ما قرأت منها قبل قليل في الإضاءة الأولى سيد الأوصياء يقول وآخر إنه يحدث هنا عن علماء الضلال وأكثرهم ضلالا مراجع النجف وكربلا تقولون لماذا؟ لأن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه حدثنا عن هؤلاء عن أكثرهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أعود إلى كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآخر قد تسمى عالما وليس به هو الذي يسمي نفسه الشيعة الطوسيون هم الذين يسمونه الأعلم وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الذين سبقوه فهو جاهل وهم جهال سأحدثكم سأحدثكم في الحلقات القادمة عن حوزة الحمير فتذكروا هذه المضامين وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور يقول لهم بأنه نائب صاحب الزمان وهذه هي الأشراك التي صنعها من حبائل الغرور يغررهم بذلك ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه هو لا يلتزم بمواثيق بيعة الغدير من أن التفسير يجب أن يؤخذ من علي وآل علي فقط وفقط وفقط والذي يأخذ التفسير من غير علي فقد كفر ببيعة الغدير وهذا هو الذي فعله الطوسي المشؤوم في تفسيره التبيان وجرى مراجع الشيعة بعد ذلك على نفس المنهج العمري الذي اتبعه الطوسي وإلى يومنا هذا المفسرون الشيعة يفسرون بحسب المنهج العمري حسبنا كتاب الله أما تفسير العترة فإن الأحاديث ضعيفة بحسب علم الرجال الناصبي قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ومن العظائم عقيدة الرجعة يقول لهم ليس ضروريا أن تعتقدوا بها لا ينتقص إيمانكم يؤمن الناس من العظائم ويهون ويهون كبير الجرائم وأكبر الجرائم أن نكون أصدقاء لأعداء علي فالصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه صديق عدو علي عدو علي ويهون كبير الجرائم إنهم أنفسنا أنفسنا وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ظلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع جنب المرجع محتاط يحتاط المرجع يتوقف لأنه غبي لأنه غبي لأنه أثوال أي فقه هذا إذا كنت نائبا لصاحب الزمان فأين تفهم صاحب الزمان وأين تزديد صاحب الزمان يقول أقف متوقف جناب الأغا يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع البدع تحيط به من كل جانب لا يوجد في رأسه إلا البدع فصورة صورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وإنما هو متوقف محتاط زاهد متزهد ابن آوى هذا فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك وذلك ميت الأحياء ويستمر أمير المؤمنين في خطبته فيقول فأين تذهبون فأين تذهبون وأنا تؤفكون إلى أن يقول أمير المؤمنين فأين يتاه بكم إنها الكلمة هي هي التي قرأتها عليكم من رسالة إمامنا الحسن العسكري إلى إسحاق بن إسماعيل فأين يتاه بكم يا أيها الذين تقولون نحن شيعة فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم هذا هذا هو حديثه هذا هو كلامه هذه أثار عترة نبينا فتمسكوا بها إذا كنتم تعبؤون لدينكم وإذا كنتم تبحثون عن دين العترة الطاهرة هذه معالم دين العترة الطاهرة وليست الكلة تسمعونها من فضائيات مراجعكم ولا من منابر خطبائكم الحمير فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن كيف تنزلونهم بأحسن منازل القرآن وأنتم لا تعرفون تفسيرهم وأنتم تنكرون تفسيرهم فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن أحسن منازل القرآن نأخذها من أبي هريرة أم نأخذها من الطفسي اللعين ممن نأخذها نأخذها من الأحاديث التفسيرية التي تضعفونها يا أيها السفهاء يا مراجع النجفي وكربلاء فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش كونوا مجانين في حبهم بل هذه العبارة تتحدث عن جنون الإبل وهو أشد من جنون البشر فإن الإبل الهيم هي الإبل المجنونة هي الإبل المجنونة والتي يزداد جنونها حينما ترى الماء فالإبل الهيم هي التي تصاب بالعطش الشديد دائما وتصاب بالجنون في الوقت نفسه إنها إبل مجنونة ومرضها هذا يؤدي بها إلى العطش ومع ذلك فإن أمير المؤمنين يصفها بالعطاش أيضا إنه عطش فوق عطش هكذا يريدنا أن نتعامل مع العترة الطاهرة من الجهة الفكرية والعلمية والعقائدية والفقهية فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن هذا يعني يجب علينا أن نلتزم بمواثيق بيعة الغدير كي نفهم القرآن من علي وآل علي لأن نأخذ القرآن من الطوسي اللعين أو من الفخر الرازي أو من الطبر أو من الطباطباء في الميزان أو من غير هؤلاء ممن ضلوا وأضلون معهم فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن هذا الجانب العلمي الفكري العقائدي الفقهي قولوا ما تشاءون وأما الجانب العاطفي العلاقة الوجدانية فيما بيننا وبينهم واردوهم ورود الهيم العطاش كونوا مجانين في حبهم وليظهر جنونكم هذا على أفعالكم وأقوالكم واردوهم ورود الهيم العطاش مثلما تفعل الإبل حينما ترى الماء وترد مورده الكلمات دقيقة فإن الإمام لا يقول لنا إذا ما جننتم بحبهم فأخفوا ذلك هكذا يقول واردوهم ورود الهيم العطاش فليكن هذا الجنون ظاهرا ظاهرا في أفعالكم وأقوالكم الكلام له تفصيل لا أريد أن أخوض فيه أيها الناس أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون تذكروا يا من تقولون نحن شيعة فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر